اشتركوا في القناة والاوقات المفوضة كل واحد مننا يستهلكها في شرب القهوة زي ما انتو شايفين هنا بن مطحون او البن السادة وهنا اللي بيعتبر نص طحنة يعني فيه ناس بيستخدمه في الإسبريسو وفيه لأ ايو بيكون ده النص طحنة وفيه طبعا العثماني التركي البرازيلي المحوج السادة النص يعني اشكال والوان كتير جدا جدا للقهوة القهوة البني والقهوة الخضرة قهوة غمقة قهوة فتحة يعني هتلاقي فيه انواع كتير جدا جدا ولكن المستخدم دايما بيكون واحد وكل نوع عن التاني بيختلف حسب المزاق نفسه طب ايه الفوائد؟ اه فيها فوائد فيها اضرار طبعا فيها اضرار والنهاردة بالذات هنخصص عشر او ابرز عشر اضرار للقهوة بس هنتكلم شوية عن الفوائد وهتكلم معاكو كمان عن المواقيد لو هنتكلم في القهوة بشكل عام فهنقولك انها بتساعد في حرق سعرات حرارية اكتر لان التانيون طبعا في انجان لتنين في اليوم بيزيد من معدل الحرق في الجسم بنسبة من 10 الى 20% بتحسن الدورة الدموية لان بتعمل على تزايد في معدل سعيران الدم في الشعرات الدموية وبالتالي بتزيد نسبة الاكسوجين الوصلة للانسجة بشكل عام بتحتوي طبعا على عديد من العناصر الغذائية المفيدة على رأسهم مضاد الأكسادة اللي هي بتمنع تكون الشوادر الحرة وبالتالي بتحمينا من السرطانات غنية بالماغنسيوم والبيوتاسيوم جميل جدا بيحتاجه طبعا الجسم بتعتبر فنجان قهوة ممكن يخفف عنك القلم بتحافظ على العضلات بتقلل من الشعور من الارهاق بتزيد من معدل الزكاء بتحسن الزاكرة بتقلل من معدل الاكتئاب لانك بمجرد طبعا ما بتشعر بها بتحس ان مزاجك اكسر هدوء شم القهوة ممكن كمان بيقلل من انفعال لان رحيتها طيبة جدا بيديكي شعور بالسعادة بتقلل طبعا من نسبة الاصابة ببعض الاورام ده لو احنا اتكلمنا وتكلمنا كتير جدا عن الفوائد هنقول لها فوائد للبشرة طبعا بتحسن تضفق الدمه في البشرة بتحمي الجلد من العوامل الخارجية الضرة بتقلل الاتهابات بتمنع الشايخوقة لو قولنا للشعر فاع بتعليق تساقط الشعر بتحفز نموه بتلون الشعر لو انت محتاجة طبعا تعمل عملية سبغة وستبقوا اتكلمنا كتير ده دايما الاسكار اللي ما بيجيش واحد في المية من الاضرار لو انت استهلكت في شرب القهوة بعض الدكات اللي متخصصين التغذية تحديدا قالوا لك انه شرب ثلاث فناجين من القهوة لا بقس بهوة على شرط انه يكون اول فنجان بعد الفطار ما يكونش على الريء لانه اضرر وخيمة تاني فنجان يكون مسلا بعد الضهر تلات فنجان يكون قبل الساعة خمسة مساء ده حرصا على صحتك فده المواكت المزبوطة للخبراء طبعا اللي هاتكلمت طيب احنا هنقول ايه هي اضرر القهوة هنقول لك انه تناولها بشكل كبير جدا بيرفع من نسبة الكولستروف الدم وده بيشكل طبعا خطورة على صحة القلب وشري لما بيتزودي من شرب القهوة ممكن جدا تدي فرصة اللي يحصل لسكتات دماغية خاصة عند طبعا الاشخاص اللي بتعاني من ارتفاع ضغط الدم القهوة بتأثر على نسبة الكالسيوم الموجود في الجسم فبالتالي بتكون اكثر عرضة انه يحصل معاك هشهشة عزام بتقلل من مستوى امتصاص الزنك في الدم او الزنك في الجسم بشكل عام بتعمل على تقليل مستوى امتصاص الحديد في الجسم خاصة اثناء الوجبات وده همشكلة كبيرة جدا فانتبهوا جهيدا انتبهوا كمان له نقطة ان كل الاضرر دي احنا بنذكرها في حالة اللي انت قطرت في الشرب او اكسرت من التناول شربتها طبعا بكميات كبيرة جدا بيدي معدل نبضات قلب سريعة دي تنفس رعشة ده كل ده بيدرك ضرار وخيم ممكن كمان يحصل معاك اضطرابات القولون العصمي يحصل معدتك فرض دي كل الفائد وكل الاضرار والمواقيت وكل حاجة اي اعتبر ملف صغير كامل ومتكامل عن القهوة يارب اكون قدرت افككم ولو بجزء بسيط متابعين الكرام دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته